في فيديو النهاردة هنتعلم نعمل مع بعض الدومانو اللي انتو شايفين هدي هنعرف ازاي هندخل اللوجو بتاع الاهلي جوه ازاي هنطبع على ورق ايه هنحميه زاي كل التفاصيل دي هتعرفوها معاكم تسبيح ويلا بينا ايه الحاجات اللي احنا هنحتاجها وطبعا اهم حاجة هو الالب بتاع الدومانو وده تقريبا كنت اجيبا من موقع الكسيبراس واستخدم معايا لون الاكرالك اللحمر ده عشان خاطر اجيب اقرب حاجة للوجو بتاع الاهلي حلوس حبا معايا طبعا الرزم بتاعي وكوبايات فلاستيك واعطيان خشب والتورش واللي عنده هت ارجان والميزان والكوبايات وكده هنحط الكوبايات فاضي على الميزان مقفول ونرجع نفتح الميزان ونبدأ نصب الرزم بتاعنا طبعا انتو شايفين ان فيها الجنب كده عيلبة فيها مياه فطبعا لاننا في الشتاء فلازم نسخن الرزم بتاعنا قبل ربع ساعة كده من الشغل علشان خاطر يدفع ويحس ان هو في الصيف فاولا الشغل بيهبقى اسهل تقليبه اسهل وخلطه اسهل وكمان النتيجة بتاعته افضل من باش فيها غيمة بعد ما بخلص كمية الرزم بتاعتي بطفي الميزان وافتح الميزان تاني وابدأ احط كمية الهاردنر المناسبة حسب النسبة بتاعت المنتج يعني كل منتج الرزم عنده نسبة خاصة بيه وعنده كمان نوع مصلب خاص بيه خلاص بعد ما خلطهم زي ما انتو شايفين انا ببدأ لهم طبعا يوما بنقلب بشوش قوي انا هنا بس مسرع الفيديو كمان انا بستخدم المية الدفية اللي بتبقى في العلبة مكان تسخين الرزم بستخدمها في ان انا بخلي التقليب بتاعي اسهل بكتير لو انا قلبته في المية وكمان بتتخلص من البابلز فبعد ما تقلبه او لو قلبته كمان خلالها سيبوا الرزم كده دقيقتين تلاتة علشان يتخلص من اكتر كمية ممكنة من البابلز هنا انا بدأت اقسمت الرزم بتاعي حطيت حبة شفافين وحبة هبدأ اخلط معاهم الاحمر ده الاحمر اللي احنا عملناه في الفيديو اللي فاتل هو ازاي نقدر نعمل الوين الرزم بنفسنا وكررت ان انا اتقل شوية عن طريق ان انا اخد لون احمر من ال من الاكراليك العبوة اللي قدامكم ولازم نقلبها حلوة جدا عشان نضمن ان كل الشوائب او كل الجزائب بتاعتها دابت اول حاجة يا جماعة بنبدأ نصب الشفاف الاول هي الكاستمر او صاحبة الوردر كانت طالبة مني احمر ويبقى في اخره فيه ورق فضة وشفاف خلاص وهنكتب عليه الارقام والاسماء بالاسود وهنكتب عليه الارقام والاسماء بالاسود وهنحط كمان اللوغو خلاص واسم الشخص طبعا صاحب الوردر هيبه موجود على البوكس نفسه بالفضي لما نيجي عند الحتة بتاعت الاسماء هقولكم انا ليه كتبته بالاسود شايفين هنا انا حطيت الشفاف زي انتو شايفين وبعدين بدأت احط الاحمر مهم جدا انتو تبدأوا بالشفاف عشان تضمنوا ان في مكان هيفضل شفاف ومش هيدخل فيه الاحمر لان لو عندنا احمر وحطينا عليه الشفاف المنطقة مش هتنضف وتبقى شفافة لا ده هيبقى هيبقى احمر خفيف خلاص هاجي بعد كده بعد انا صبيت الحبة دول هاجي بعد كده اجيب ورق الفضة وابدأ احطه في الحتة الشفافة دي انا برضو هنا بعمل حاجة ان انا بوقف الرزل عن ان هو ينتشر قوي في جسم القطعة في كل القطعة فلما بيبقى فيه ورق فضة او ورق دهب بيوقف اللون شوية بدأت شايفين ان انا بدأت ايه اوزعه وحطه زي ما انا عاوزة وبعد كده هنبدأ بالتوش نتخلص من البابل سامل عنده هوت ارجان هيب افضل او التوش خدوا بالكم عشان ما تحرقوش القلب هنيكي بقى عشان تباعت اللوجو بصوا الورق ده يا جماعة هو ورق جلوسي شايفين بيلمع ازاي هعمل زي الورق بتاع التصوير بالزبط اللي هو لما بنروح نطلع صور لنا شخصية او كده هو ورق اسمه جلوسي خلاص انا بطبع عليه زي ما انتو شايفين كده وبقص اه انا الطباعة دي مش شرط انها ليزر لان انا هجلدها وانا طبعها في البيت عادي برينتر عادية بس على ورق جلوسي عشان يبلون فيه لامعة وجميل خلاص بعد كده هجيب السولو تيب او التيب زي ما انتو شايفين وهحط طبقة من فوق وعليها كمان تحتيها طبقة من تحت وهقفلهم حلو جدا جدا على بعض ولازم واحنا بنحطها ناخد بالنا بشويش عشان ما يباش فيه اي نقط هوا او بابلز او حتة مكالكعة من الورقة شايفين ازاي التجديد طالع حل بعد كده هتنيها وعمل لها ظهر خلاص وهضغط عليها جدا جدا على قد مقدر علشان كمان الالوان تظهر معايا اكتر وبعد ما هضغط عليها كده هبدأ اقصها خلاص بعد كده افضل بقى اقص حوالين الحدود دي كلها بس اسيب مثلا ملي اتنين ملي ليه دوت لما هبقى الاتنين ملي دول من السولو تبقافلين على بعض هيمنع الريزن ان هو يدخل بعدس ما تبقى فيه فتحة والريزن يدخل منها فمهم جدا ان انتو بعد ما تقصوا وتسيبوا الطرف ده تروحوا ماشيين عليه بأيديكم جامد جدا عشان تضمنوا ان هو مقفول ومش هيدخل الرزن لان الرزن ممكن يبوز لنا الصورة بصوا على فكرة ممكن الصورة اللي هي معمولة على جلوسي تتحط الوحدة وانا قبل كده زمان حطيتها بس في بعض الاحيان يا جماعة الصورة مع الوقت ممكن تفقط الوانها فانت مش ضمن الطباعة ايه او نوع الورق ايه فافضل حاجة ومن وجهة نظري صراحة ان انتو على طول تبقوا مجلدينها من فوق ومن تحت زي ما انا الصور بتاعتي جاهزة علشان احطها وهاجي ان انا احطها هلزقة بالجلو علشان خاطر اضمن ان هي مسكة في الرزن بتاعي مش هتقب الفوق وتبوز لي الشوكرا هنا جهزت اسم حسام بالفينيل زي ما انتو شايفين طبعا ايه عشان تزبطوا اللوجو عشان تزبطوا الاسم لازم تقسوا المساحة او المكان اللي انتو هتحطو فيه بعد ما تخلصوا مش قبل ما تخلصوا لان وارد الفضة دا يكون نزل تحت شوية راح في اي حدة فمهمة جدا ان احنا ايه بعد ما نخلص وتبقى بالمنظر دا مستنياكم تبداوا تعملوا انتو المعساة وطبعا مهمة جدا جماعة شان نلزق الفينيل يكون السطح بتاعنا نشف جدا خالص ما يكونش بيلزق ولا بيحصلوا اي حاجة شان ما يمسكش في البلاستر او السولو تاب اللي موجود اللزق المادة اللزق او النائل اللي موجود في الفينيل خلاص هبدأ احط كل الاسامي بتاعتي وبعد كده هنحط كمان الصور بالنسبة للصور بتاعت اللوجو جماعة انا حطيت في ظهرها سامخ زي بتاع المدرسة عادي علشان تمسك في الرزن وما تقبش معايا علشان لما يجي قدلق الرزن انا تلوتي بخلط الرزن الشفاف اللي هحطه لو انا حطى الصور كده وخلاص هتقب معانا الفوق وممكن تطلع من الرزن عشان كده هحطوا في ظهرها اي نقطة جلو بسيطة عشان تمسك في الرزن تحت خلاص والافضل والاصح ان لما يكون طبقة الرزن الحمراء دي ملزقة نحط اللوجو عليها وطبعا اللوجو دوت معمول ستيكر اساسا زي ما انتو شوفتوا معايا خلاص هنا هنجهز الرزن اللي احنا هنصبه عليه وهبدأ اسصب ببقى في واحدة واحدة واسبها ان هي تفرد عشان اشوف لو في منطقة ناقصة لو في منطقة محتاجة زيادة او اي حاجة مهم جدا طبعا ان انتو تتخلصوا من البابلز علشان البابلز بوز لناشا المنزل اللي قدام طبعا ما تيجوا تستخدموا التورش الجماعة في السريع جدا وخفيف وما تركزوش على القالب نفسه وحاولوا تعملوا زاوية 45 عشان تدي معاكم نتيجة افضل وهنا انا كنت صبيت وبدأت ان انا اماشي البابلز حاولوا كمان ان بعد ما تسيبوا الشغل كده مثلا الخمس دايق والعشر دايق رجعوا تاني يبصوا ممكن تلاقيوا حبة بابلز تلعت على السطح فوق خلاص انا هنا خلصت وشايف ان الصبا كده تمام هسيبها علشان تتصل البوتينشف وهنا رجع تاني عشان نشوفها سوا انا طلعت واحدة شفتها هتطلع معاكم واحدة تانية خدوا بالكم انتو بتطلعوا طبعا عشان ما تقطعوش القلب بصوا اهيه وطبعا هتلاقيوا فيه زيادات بسيطة كده حواليها عادي جدا هي تلوقتي قبل ما تتصلوا او تقدروا ان انتو باديكم توقعوها او حتى بقطر بسيط جدا تشيروا الا زيادات دي شايفين شكلها طلع حلوة ازاي واللمعة كمان طلعت حلوة طلعت حلوة قوي ومظبوطة الحمد لله بس في حاجة هتحصل وهو ده اللي انتو هتعرفوه في الفيديو الجاي ركزوا معايا في التفاصيل بعد كده هتعرفوا ان الشكل هيختلف وهيختلف ليه او ايه اللي هيحصل او ايه المشكلة اللي هتواجهني كل دوت هتعرفوه ان شاء الله في الفيديو الجاي بس كملوا معايا احنا اللي عندنا دمنا زي دي هنكملها ازاي وهنخلصها ازاي للاخر حلوة بصوا هنا شكلها هو وهنا بعد ما فكناها وانا لوانتهم كلهم وسبت واحدة عشان الوانها قدامكم وتشوفوا الطريقة اولا بنلوانها بالوان اكرالك وبنكيب فرشة رفيعة قوي على قد ما تقدروا فرشة تانية ادخن علشان نقدر نعمل بيهم القور والخط طبعا تقدروا ان انتو تعملوا بحادات اسمها طنقيت لو هي عندكم ولو مش عندكم اعملوا زي انا حبيت ان انا اشتغل بفرش عادي عشان اللي ما عندوش ادات التنقيت ما يحصلوش مشكلة خلاص ويبصوا بعد ما بحط الاسود بالزيت اللي في النص بالفرشة كده ممسح اي زيادات بالوايفز فبيتبقى الحجة اللي وقع في الحفرة اللون اللي جيه في الحفرة عشان كده تقدروا تعملوا الخط بنفس الطريقة كمان النقاط بنفس الطريقة طبعا سيبوها شانتين شف وبكده يكون الدومانا بتاعتنا جهزت وخلصت خلاص ويلا بينا نوسها في البوكس اللي قدامكم ده حطيت عليه كمان اسم صاحب الدومانا وجاهزين للتسليم يارب يكون الفيديو عاجبكم تنسوش ان اللايك والكومنت بيشجعوني وتنسوش شوفوا الفيديو الجاي مهم جده اشتعرفوا ايه اللي حصل بالزبط سليماريكو